أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجارية بيتر سيارتو أهمية الدور المصري فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير شرعية وأكد سيارتو أن مصر هي إحدى ضمانات الأمن الأوروبي جهولة مصر العربية هي أحد ضمانات الأمن الأوروبي أحد أهم ضمانات الأمن الأوروبي مصر هي الحاجز الحامي والستار الواقع لجنوب القارة الأوروبية المجار تحترم كثيرا الدور التي تلعبها مصر في إيقاف الهجرة غير الشرعية ونحن نثمن ونقدر أنه لا يوجد ضغط على أوروبا من ناحية مصر في مسألة الهجرة لو لم تتصرف هكذا لو كانت سلوك مصر مختلفة لو سمحت مصر للمهاجرين بالدخول لكانت هناك موجات مهاجرين قادمة من مصر إلى أوروبا لا نستطيع التعامل معها غريب ولكن الأمر الواقع اليوم في بروكسل أن بروكسل تشكل التهديد لأوروبا ومصر تشكل الحماية لأوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية مصر تحمي أوروبا من المهاجرين غير الشرعيين وبروكسل بسبب سياستها الخاطئة تضاعف وطأة الهجرة غير الشرعية على القارة الأوروبية